تتواصل بحي القلع بالقاهرة فعليات مهرجان الطبول الذي تختتم فعلياته السبت شارك في المهرجان 43 فرق متنوعة من مصر ودول عربية وإفريقية وأسيوية وأوروبية قبل ساعات من حفل اختتامه ما زال مهرجان الطبول يقدم رسالته الفنية للجمهور عن طريق العروض الفنية والثقافية لفرق مختلفة تعبر عن تقوص وتراث كل دولة حيث قدمت دول اندونيسيا وتونس وفرقة مشوار المصرية فقرات غنائية وفنونا شعبية على مصرح السور الشمالي بشارع المعز من أول يوم لحظت جمهور مصري مقبل جدا على كل الموسيقات العالم ويعني جاء حضور كثيف جدا وبالنسبة لتلقينا ترحاب كبير 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 برشة من شعب المصري وهي في العادة يعني جمهور مصري أو جمهور تونسي جمهور ذويق للفن وسميع حاجة جميلة هذا نصور كيف الأخوة إنسانية في العالم رسالة سلام لكل الدول في العالم حاجة جميلة جدا على مدار كل المهرجون كان لطيف جدا الناس تندمج مع المسديكة طبعا المسديكة جديدة عليهم مسديكة الرئيجي بس الحمد لله كان التفاعل حلو جدا والجميل كمان في الموضوع الفرق المشاركة كلهم من ثقافات مختلفة ده برضو عمل جو جميل جدا حوار الطبول من أجل السلام شعار جسدته دقات الطبول ورقصات الفنون الشعبية التي أشعلت حماس الجمهور الذي حرص على حضور المهرجان منذ يومه الأول في شارع المعز وقلعة صلاح الدين وغيره من الأماكن التاريخية التي تستضيف فعليات المهرجان حاجة ممتازة صراحة ويريد كل فترة كده يبقى فيه إيفنت زي دوت كده تمام فيه ثقافات مختلفة فيه ناس بنبص عليها بنفرج على حاجات مختلفة حاجة محترمة يعني والله والمهرجان السنة دي بعد طبعا سنتين بقدنا كتير ما شفتاش المهرجان حاجة جميلة جدا ومنظم جدا وحاجة منتهى الجمال يعني الصراحة ترحيب واسع من الفرق المشاركة في مهرجان الطبول برعاية مصر لهذا المهرجان الذي يجمع بين ثقافات العالم المختلفة مما يؤكد أن مصر منارة الثقافة والفن ومساندة لكل مظاهر السلام محمود جميل التلفزيون المصرية